موسيقى نشرة التلفزيون المصري اللي كانت تلفزيون المصري بيقدمها لجمهوره اللي بيلتزم في كل ليلة انه يشاهدها خصوصا نشرة الساعة 9 قدمتها اعلاميات كبيرة اسماء كبيرة من الاعلاميات زينة بالحكيم همة مصطفى زينة بالسويدان درية شرف الدين اجيال عظيمة لكنها ايضا درست وقدمت لنا اجيال لا تقل قيمة عنها معانا النهاردة وجه من الوجوه الجميلة لقدمت النشرة المصرية معانا الاعلامية هالة ابو عالم اهلا بيكي معايا في حكاية ماس بيرو اهلا بيكي عبير سعيدة جدا ان انا معاكي النهاردة وانا افعد نشرة التليفزيون لها ايما قارئات النشرة لهم ايما لكن قبل ما نوصل للمرحلة دي دايما البداية بتكون الأسرة بتكون الدراسة النشأة بشكل عام هي اللي بتؤدي في النهاية للقيمة اللي بيوصلها الانسان ممكن اخد فكرة عن النشأة؟ انا والدي مهندس ووالدتي ست بيت ووالدي كان مهتم جدا بالقراءة وبيهتم جدا بالاسلوب العلمي في التفكير يمكن المسألة دي انا اخدتها منه كان دايما ياخدني مثلا معرض الكتاب نشتري كتب من هناك قريت لكبار الكتاب وانا في مرحلة صغيرة من سني كنت بحب جدا لغة العربية رغم ان انا كنت في مدارس فرنساوي يعني ليسي الحرية اللي في باب اللوق وكده كنت بدرس فرنساوي وانجليزي لكن كنت بحب اللغة العربية لان دي اللغة اللي انا كنت بقرأ بيها الكتب اللي كنت دايما اجيبها من معرض الكتاب كنت بحب اقرأ الجورنال الجرايد عارفة لو ورقة مثلا ملفوف فيها اكل مثلا ملفوف فيها كباة اي حاجة لقيها قدامي اقرأ احب القراءة جدا اممكن دي كانت مميزاني كمان في المدرسة ان اي سؤال خارج المقرر اللي هو بيتعلق بالمعلومات العامة تلاقيني دايما اجاوب لاني دايما مطلعة ودايما اقرأ في مجالات كتيرة دي كونت عندي حتة الثقافة وحتة ان انا عندي حاجة عايزة اقولها وهو ده بيمس المخزون بتعودي تملي قراءات ومطلعة في مجالات كتير اريد حتى مثلا في الادب الروسي اريد في الادب الفرنساوي في الادب الانجليزي القصص اللي كانت بتبقى مترجمة اريد لكبار الكتاب وكت متأثرة جدا بالدكتورة عحسين كت معجبة بيه جدا باسلوبه وبحياته وبنشأته كان مسأل اعلى بالنسبة للدكتورة عحسين طبعا قريت للدكتور يوسف ادريس قريت لإحسان عبدالقدوس قريت للدكتور زاكي نجيب محمود كل ده في وقت المدرسة ساهم في ان انا بعد كده يبقى حلم من احلامي ان انا ادخل مجال الاعلام طيب في الوقت ده التلفزيون كان موجود في بيوت كتيرة كانت عندها تلفزيون يمكن لو قلنا ان نسبة التلفزيون المصري في القاهرة كان اعلى بكتير من اي مكان تاني وبالتالي اعتقد ان كان فيه نجمات في علام التلفزيون ممكن يكونوا بمسؤولك يعني حلم قدوة بتشوفيهم بتفرجع اليوم بتقولي انا نفسي اقعد هنا او لو اعدت هنا هقول كذا مين من الموذيعات انا هقولك على حاجة انا كان بداية حلمي لاني كنت تربيت على سماع الازع على الراديو كنت منين ما مشيت لقيني حطة الراديو على ودني فكان املي وحلمي اني اكون موذيعة ازع في الاول ده كان حلمي الاساسي وكان حلمي اني اكون في ازعاد شرق الاوسط على طول كنت مشغلاها وعلى طول كنت شايفة نجومها بالنسبالي حاجة كبيرة جدا انه متتبعاهم وعرفاهم وعرفة بيقدموا ايه مين اكتر الاصوات اللي كنت بتحب دي اسمع الها كنت بحب اسمع طبعا مدام سنة منصور انس جوهر موحيم حمود امام عمر فوزية فودة سوسن سامي صديق حياتي احمد ردوان يعني مجموعة كبيرة جدا كانوا بالنسبالي حلم كنت عايشة معاهم عارفة دخلت كلية الاعلام دمعني كانت كنت جايبة مجموعة كبيرة في السنوية العامة اه الحمد لله كنت جايبة متفوقة في ادبي كنت جايبة حوالي 88% دخلت اعلام وخلصت وفي نفس الوقت جالي ان انا توظف في شركة شركة تيران فرنساوي وجالي الازاعة كان فيه فرق في المرتب يعني هنا المرتب كبير بي اه هنا المرتب كان حاجة يعني نقدر نعتبره حاجة رمزية بس انا فكرت في حلمي اللي انا طول عمري بحلم به ان جات لي الفرصة ان انا ادخل الازاعة من خلال البرنامج الاوروبي كان بيعلن عن مسابقة ودخلته مين دفعتي في كلية الاعلام اكيد كنت قسم ازاعة و تلفزيون لا انا كنت علاقات عامة واعلان بس كان دفعتي مين من الدفعة اشتغلوا في المجال دفعتي كانت ايمان الطوخي يعني هي اكثر حد مميز اه البقيين معرفش مين فيهم اشتغل في المجال لكن مفيش حد فيهم دخل معاك الازع لا تكلميني شوية عن اختبار البرنامج الاوروبي وده اكيد كنتي بدخلاه بصفتك حاملة البتلروس اعلام وتجيدي اللغة الفرنسية اه بالزبط كده والحقيقة انا ما دخلتش بواسطة يعني امتحان قالولي ده فيه امتحان تحبي تيجي دخلت امتحانت فرنساوي امتحانوني صوت مش عاف ايه بس طبعا ما كانش امتحان جامد قوي لانه كان فيه جزء منه اداري يعني البداية ادارية فامتحانوني في اللغات بعد كده دخلت امتحان صوت فنجحت فيه وبقت ازيع في البرنامج الموسيقي اللي هو تبع البرنامج الاوروبي وبعدين عملوا امتحان تاني طلبين ليه ازعاد يعني للازعاد بقى الكبيرة الازعاد الرئيسية الرئيسية غير النطيقة باللغة الاجنبية بالزبط كده فدخلت بقى الامتحان الاول وانا في البرنامج الاوروبي في اسناء الادارة كنت برضو بزيع بعد كده بقى اخذت التدريب مع الاستاذ صابري سلامة الله يرحمه هو وزعني على البرنامج العام هوى اقول نشرة دي كانت اقصى حلم لأي موزيع انه يدخل للازع يبقى هوى برنامج عام لكن انا الحقيقة كنت بحب ازعاد الشرق الاوسط اللي انا طول عمري بسمحها وبحطها على ودي ونفس الحكاية البرنامج الموسيقي والبرنامج الاوروبي يعني شوفي حاجة كنت بحبها بسمحها ومع ذلك لما دخلت الحمد لله ربنا وفقني ان انا اشتغل في المحطات اللي انا كنت بسمحها ومنبهرة بيها فطلبت منه انه يوزعني على ازعاد الشرق الاوسط لما روحت ازعاد الشرق الاوسط قعدت فيها حوالي ثلاث سنين في اخر السنة الثالثة عمل امتحان في التلفزيون تعلمتي ايه من الازاع؟ المدرسة هي المدرسة اللي بتعلم الموزيع ازاي يكون موزيع تقريبا انت هناك الفريق كله يعني انت الموزيع وانت المعد وانت المخرج دي كانت متعة في حد ذاتها يعني لما كنت مثلا اعمل برنامج زي حنسمع ايه النهاردة او احلم عندنا فاحلم عندنا ده انا باخد مقاطع من برامج بحط الموسيقى اللي انا بحبها التقطيع والدخلة والخرجة ده انا برضو اللي بعملها فكنت مخرج كنت معد كنت موزيع فدي متعة في حد ذاتها لما كنت بنزل مثلا اعمل برنامج زي موج ونغام فانا اللي بختار الناس بطريقة عشوائية تلقائية كان الحوار تلقائي وبعد كده بحط الأغاني فتحسي ان انت وان من شو يعني انت اللي بتعملي كل حاجة والبرنامج جزء منك ومن شخصيتك طبعا ومتعة بقى بتحطي الأسئلة بتمنتجي بتخرجي بتعدي ازاعة الشرق الاوسط بصفة خاصة يعني مدرسة بقى لان كنت بقدم اه هوا اخبار سياسة رياضة منوعات شباب كل حاجة كل حاجة فكانت متعة وكان فيه تمازج وتناغم بين المزعين تحسي ان هما مدرسة واحدة روح واحدة واخدين من بعض أسرة أسرة واحدة فالحقيقة دي أسقلتني يعني أنا غلبت شخصية الإعلامية اللي ممكن تاخد خطوة تانية في مكان تاني جوه نفس المنظومة بصد هل حسيت انت بتسيب الإزاعة انك بتتخلي عن جزء أصيل في حلمك يعني طبعا ده حقيقي بس كمان كانت خطوة التلفزيون بالنسبة لي خطوة جميلة جدا ومهمة وكان مجال جديد بقى بتاقتحميه تعرفة دايما الشباب بيبقى عندهم متعة في اقتحام مجالات جديدة ويعملوا حاجات كتير وعندهم وقت ما هم مش مشغولين بمسؤوليات لا أسرة ولا حاجة فيمكن في الوقت ده كنت بدرس باخد باخد دراسات عليا في النقد الفني من أكاديمية الفنون وكت باشتغل في الإزاعة وكت بتدرب في التلفزيون ومع ذلك عمرك ما قدمتي برنامج سينمائي فني يعني حضرتك بتحكي لي أعتقد أن دكتورة درية شرف الدين عملت ماجستار ودكتورة في النقد الفني وكان بتقدم واحد من أهم برامج التلفزيونية الشهيرة جدا اللي علماتنا سينما نادي السينما طب ما فكرتش أبدا أنه جميل أنك يعني تمزجي ما بين دراستك الفنية وما بين أنك تقدمي حاجة سينمائية ده كان متاح إلى حد كبير في الإزاعة لأنني كنت بلتقي بشخصيات فنية كتير جدا فنانين ممثلين مطربين كان ده المخزون بتاعي الثقافي الفني كان بيخرج معاهم لكن الحقيقة لما رحت التلفزيون كان الاتجاه سياسي إخباري فقط لكن إلى حد ما طلع المخزون ده برضو في صباح الخير يا مصر بعدين آه لكن في البداية طلعت من الإزاع من عالم المنوعات الواسع لما لوجه حدود لقراءة النشرة اللي يمكن البعض يعتقد أنها محدودة لكن أنا عايزة أسأل بقى اللي عاشت كواليس عالم قراءة النشرة إيه التحديات اللي في كل يوم وانت داخلة للستوديو تعودي قدام الكاميرا معاك نشرة فيها مجموعة من الأخبار كل يوم شيء ما بيسير في نفسك الرغبة أنك تعودي وتقري النشرة كان إيه ده كان إيه الشئ ده حقوم لك على حاجة الأستاذة زينة بالحكيم الله يرحمها لأنها كانت أستاذتي أنا ادربت على أديها وده بتطلعي على الهوى فده فكرني كمان اللي كان بيحكي عن سيدة الغناء العربي سيدة أم كلسوم إن هي كانت بتخاف قبل كل حفلة تقولك كأني دي أول حفلة أنا بطلحها كانت بتحس بتوتر وقالأ ده بيشحز الهمة معارفة لما أنت تكوني بتستعدي لشيء مهم ما عندك جدا امتحان غير لما تدخلي وانت متوكلة أو يعني أنا قريت نشرات كتير مش مشكلة الإحساس ده لما بيخليكي متحفزة فبتقري بتقري بحماس وبنشاط وبهمة وبتبقي متيقزة وزهنك متيقز لكل حاجة طبعاً يعني يعني زي ما تقولي الأحداث من روما فأنا عمالة أعلق وأنا مش مستعدة لشيء زي ده مثلاً عارفة فأنت معرضة في أي لحظة لأي حاجة تحصل أي حاجة تحصل في الستوديو يعني بالزرح وإحنا عاديين دلوقتي ممكن كشف يطفي ممكن يضرب لأنه ده كهرباء عادي فممكن تحصل ويبقى عندك رد الفعل المناسب علشان ما يحصلش بانيك أو قلق في المشاهد يعني برضو بنتعلم السبات أي حاجة تحصل حواليكي لازم تكوني سابتة على قد ما تقدري طبعاً يعني فيه جزء عنصر بشري إن كان ما تقدريش تتصرفي فيه قوي بس قد ما تقدري تبقي سابتة إضاءة تقفل إضاءة ما تقفلش أنت بتقري لأن دي حتبقى مشكلة المخرج هو اللي يتصرف فيها بعدين في الإيربيس ممكن المخرج يقول لي ممكن ما تكمليش كملي اقري ما تقريش يعني لكن على أي الأحوال أنا سابتة يعني على أي صورة من الصور كونك بتعملي الموضوع على الهوى أخبار أو أحداث ممكن تحصل لك فجأة حدث ما يحصل فجأة يتم متبعيته على الهوى فجأة كل ده حاجة مش قليلة ومش بسيطة البعض بيفتكر إن المهنة دي بسيطة دي ورقة وتدخل يتقريها وخلص وبتخلص شغلك شغلك يعني ما فيهاش افتكاسة يعني زي ما بيقول لكن الحقيقة دي بتبان بقى بتبان كارزميتك وشخصيتك وبتفرضي حضورك وإزاي برضو الناس بترتبط المادة جفة آه يعني الناس بترتبط بيك يعني أنا أتذكر برضو إن أنا لما سافرت لندن مرة فمجموعة قالوا لي إيه تعالي حنوريكي أهم نشرة أخبار عندنا بتاعة الساعة 7 أو الساعة 8 بتاعة الموزيع فلانة الفلانية الناس بتقعد تستنى النشرة بالإسم يعني إحنا النهاردة نشرة فلان فقاعدين نستنى يوم الأربع فلان فبنستنى يعني عارفة المسألة مرتبطة بالأشخاص أكتر منها مرتبطة بالأحداث قد كده الموزيع له كارزمة ولو حضور ولو وبعدين يقولك الموزيع دي مثقفة جدا الموزيع دي عندها زهن حاضر الموزيع دي بتقرأ النشرة بطريقة كويسة جدا إذن قرأة النشرة دي مش حاجة بسيطة بس النشرة في مصر كان عندها نجوم برضو يعني أعتقد أن في جيلي أنا كنا بنستنى نشرة 9 فنشوف الأستاذ أحمد سمير أستاذ محمود سلطان طبعا يعني كنا وفي ناس يقولك أنا بحب الأستاذ أحمد سمير صوته أصله كذا أصلا بحب الأستاذ محمود سلطان أصله هدوءه فيه كذا وبالتالي فعلا النشرة الناس بتحبها وبترفضها من قرأها فعلا آه يعني أصد أنها مش حاجة بسيطة محدش يستهون بيها محدش يقول أنا طالع أول ورقة إيه المشكلة لا على فكرة يمكن من موقعك واحدة من الموجودين في التليلونية طبعا لا حتى أيام ما كنت باجي وأنا لسه طالبة باتمرن كنت بشوف قد إيه فيه هيبة لقرأ النشرة هيبة واحترام وتقدير واعزاز حتى هو ماشي في الطرقة رايح للستوديو بتاعه يعني كان فيه نوع من أنواع الهالة الخاصة به مختلفة عن مقدم البرامج المنوعة حتى لو كانت البرامج المنوعة دي فيها منها من الجدية يعني وده اللي بيخليني أسألك إنتو كان لكم أشياء ممنوعة وأشياء مسموحة كموزيعة سواء في الشكل آه طبعا أو في الأداء أو في الأزياء أو اللبس اللي تلقسوا كان إيه المحظور عليكم زي ما قلت لك الأستاذة زينة بالحكيم اللي اتدربت على دي كانت ما بتحبش البهرجة في اللبس فكتت تقولي هلا مش عايزين بهرجة عايزين الحاجة تبقى سامبل يعني تبقى بسيطة في الوقت نفسه أنيقة أو شيك طبعا لبسنا تايرات أغلب الوقت أو بيدل طبعا الأكسسوار دي حاجة في أقل مرحبت آه يعني في أقل القليل حاجة سلسلة بسيطة لو حنقض سلسلة أو حلق بسيط أو كده يعني ما نلبس مثلا سويترات أو نلبس الشميزات كتير يعني يفضل في لبس قراءة النشرة التايرات والبيدل واللبس السامل وما فيش بهرجة في الميكوب أو في الشعر ما بيحبوش قوي شعر الأصفر يعني ده بالنسبة للشكل بالنسبة للأداء طبعا المسألة على فكرة وحدة وحدة بمعنى إيه الموزيع سلوك وفي الوقت نفسه قدوة لو هي شافت حد فينا مثلا بيتكلم بصوت عالي بتقول لنا لا محدش يتكلم كده لأنك انت قدوة وإحنا نعتبر الإعلاميين عموما الإعلاميين بصفة عامة إحنا قادة رأيي في المجتمع إزاي يبقى أنا من قادة الرأي وما يكونش سلوكي ده سلوك مهزم أو محترم يفضل حتى مثلا يعني كانت تحب الإنسان يبقى واخد باله من طريقته في الكلام من سلوكه مع زميله مع تصرفاته يعني الأخلاقيات بتاعت المهنة يعني شوف يقد إيه المسألة مش بسيطة بتبني شخصية بتبني ملامح السبات الالتزام الانتزام في العمل أن أنت تكوني مثقفة قارئة مطلعة عايزة أقولك أنها كانت بتقول لنا برضو يستحسن نحن نمارس نوع من أنواع رياضة إن شاء الله حتى المشي في النادي عشان نفس وعشان الصدر يعني يبقى مفتوح وكده وبعد كده الحاجات اللي هي اديت هالنا بصورة فردية لما كنا بناخد بعد كده مثلا تدريب مع فريق البي بي سي تقريبا كانوا بيقولوا لنا نفس الحاجات يعني قالت لك إيه بشكل شخصي اللي هالة أبو عالم بس في ودنها ولسه موجود لغاية دلوقتي بيتردد أنا حقولك على كلمة قالت هالي أنا يعني كنت طايرة بيها لغاية النهاردة كانت بتتكلم مع الأساس صلاح زكي الله يرحمه الله يرحمه وكان بيوسني علي فقالت له أنا عايزة أقولك إن التلفزيون اللي كسب هالة مش هالة اللي كسبت التلفزيون كلمة كانت بالنسبة لي تأذير كبيرة آه وهي كانت متبنياني جدا أي حاجة عايزة تعتمد علي انزلي عملي كذا انزلي افتاحي يعني ساعت كان في بعض الأحداث السياسية حصلت في البلد كان ممكن بيمنع المزيعات ان هما ييجوا مزيعات الربط ان هما ييجوا في معاد بدري كنت تقولي ينزلي يفتحي المحطة الساعة ستة الصبح أو سبعة أو كوني موجودة ويفضلي قاعدة الغاية بالليل كنت بعمل ده رغم الإجهاد بس سعيدة ان هي بتصق فيها حتى من غير العائد المادي مش مهم المهم العائد المعنوي في احنا زمان اشتغلنا بدون فلوس خالص خالص يعني ما كنا بل بالعكس احنا كنا بنصرف على مهنتنا وما زلنا يعني اللبس المايكب الشعر انت لازم تكوني في احسن صورة والله شغلك قدر يوفر لك ده خير وبركة بس لو ما قدرش انت ملزمة انت توفري بيبقى نجاح كبير جدا لأي موزيع اخباري عندما ينتقل او يطلب لتخطية احداث على الهواء مباشرة من مكان آخر غير الاستوديو حدث مثلا زي حدث افتح قناة السويس الجديدة او غيرها من الاحداث السيادية الكبرى احتفلت 6 اكتوبر وغيرها من الاحداث او الاحداث المهمة اللي بتفوت على البلد كان اول مرة تخرج الموزيع هالة بوعلب برا اطار للستوديو لشان تغطي حدث سياسي مهم تتذكري هقول اه انا متذكرة كان افتتح دار الاوبرا المصرية سنة 88 وكان الاستاذ احمد سمير اللي يرحمه موجود وانا معين هو بيعتبر برضو نوع من انواع التدريب للموزيع الصغير يعني لما بيخرج مع موزيع اكبر منه سينير فده نوع من انواع التدريب حضرت على قد ما اقدر معلومات وكده وابتدت اقولها بالتبادل مع الاستاذ احمد سمير بعد كده بعد كده بقى توالت الازعات الخارجية لتغطية نشاط الاحداث اللي بيكون حاضر فيها رجال الدولة او على رأسهم رئيس الجمهورية مثلا فكنا بنبقى موجودين بنحضر بنبقى ممكن اكتر من موزيع موجود بنسلم لبعض او بنقوم بالعمل ده فردي كان متع الحقيقة برده يعني تبقي جزء من حدث تاريخي اه ده حقيقي يعني محدش يقدر ينكر ان الحاضرين مش بقى القائمين على نقل الحدث الحاضرين اللي بيحضروا او حدث زي افتح الاوبرا المصرية اللي تم افتحها سنة 180 بعد سنوات مصر لم تكنش فيها اوبرا حدث في تاريخ حتى الانسان شخصيا يفضل موجود وصيقة بسابت لكن يفضل في خيال كل موزيع انه عايز برنامج يعبر عن شخصيته لان في اللحظة اللي خرجتي فيها من بيت الازاع لبيت التلفزيون فقدت القدرة على انك انت تبيني مين هي هالة بعالم الشخصية الحقيقية بحواراتها الخاصة بقدرتها على انها تعقب على الحدث مش انها تبقى في اطار نشرة سياسية الى حد ما محدودت الجمل امت خرجتي من اطار النشرة او بجانب النشرة وتقدمي برنامج يعبر عن كل بقى الزخم وكل القراءات وكل استقل على شاشة التلفزيون اول برنامج سياسي قدمته كان العالم بين ايديك الحقيقة قاعد فترة سنين طويلة جدا يمكن من اواخر التمانينات لاواخر التسعينات تقريبا بجانب البرنامج السياسي كنت بقدم صباح الخير يا مصر مع الزميل جمال الشعر كنا بنقدم يوم الجمعة وكانت زميلة اماني ابو خزيم بعد كده جي تمر امين ومنشر قاوي وقعدت كتير حوالي عشر سنين بقدم صباح الخير صباح الخير مصر حالة خاصة جدا يعني اول برنامج طبعا ما كانش فيه فضايات فبالتالي اول وحنا هنبدأ نقول اول كتير اول لان احنا التليفزيون المصري في الاول اكيد طبعا وبالتالي صباح الخير يا مصر هو المورنينج شو او البرنامج الصباحي الجميل اللي هيقدم المعلومة والخبر والنصيحة للجمهور قبل ما ينزل شغله او مدرسته او جامعته شيء طبيعي انه يتم تزويد البرنامج بمجموعة من احسن الموزيعين يعني انا اعتقد ذاكرتي يعني تستوعب انه تم اختيار افضل الموزيعين القادرين على ادارة حوار في الوقت ده وبالتالي لما اقول ان هلا بو عالم كانت من ضمن طاقم صباح الخير يا مصر في الوقت ده بقى تم تقديرك على انك من اكفأ الموزيعين في هذا الوقت لتقديم هذه الرسالة شكله ايه بقى البرنامج في ساعة تقديمك له في الوقت ده ازاي كنتوا بتعدوله ساعتين على الوقت اعتقد في الوقت كمان كانت لساعت على مظل اه بالزبط وبعين تم تقليصه لساعتين وقت طويل جدا وبدري واستقط الجمهور وفكرة جديدة حكيلي شوية بس عن صباح الخير يا مصر انا على فكرة صباح الخير يا مصر ده حالة يعني مستثناء وخصوصا في اوائل ما زهر لغاية النهاردة له بريقه ما تسألينيش ازاي مش عارفة هل هي هل هو الاعداد هل هو الاخراج هل هو الفريق كله هل هو التقديم مش عارفة بس كان له رونق وجميل في تقديمه جميل الروح اللي كنا فيها مش عارفة يعني مش عارفة اقولك قد ايه كان جمال يعني كنا بالروح واحنا مبسوطين جدا احنا رايحين كان فيه روح محبة فيه روح فكاهة بيننا روح تعاون ويمكن ده كان بيظهر على الشاشة ممكن كان فيه روح فعلا على فكرة من اول كمان مش بس القائمين فنيا على البرنامج القائمين اداريا يعني من اول رئيس قطاع الاخبار ساعتها وحتى وزير الاعلام كان بيهتم ببرنامج سباح الخير يا مصر فتحس انه فيه اهتمام كبير بالبرنامج وبيزللوله كل المصاعب وبيوفروله كل الامكانيات ومش بيبخلوا عليه باي شيء ولا احنا بنبخل عليه بمجهودنا سافرنا يعني كنا بنسافر نقدمه من حطة كتير من محافظات خارجية وكنا بنعمل برضو تأرير مثلا من دول غربية اوروبية يعني من كل مكان كنا بنروحه بنعمل سباط عليه بنزيعه في صباح الخير يا مصر كل الاحداث كان بيتم تغطيطها جوه البرنامج ده اذا انت ما قلت كان لسه المورنينج شو ده حاجة لسه ما فيه شيء اه فالحقيقة الروح اللي كانت بتسوده عملتله رونق كان جميل جدا وزي انت ما قلت برضو حتة الاسماء اللي كانت موجودة يعني البداية كان موجود فيه النجوة إبراهيم ومحمود سلطان وزيزان حسن اه سوزان حسن وإبراهيم الكرداني وطبعا جمال الشاعر ورشا ماجدي وحمد عز الدين وندي حليم لا الحياة ومزيج على فكرة كمان هو البرنامج الوحيد اللي مزج ما بين موزيعين خاصين بقطاع الأخبار بعد ما انشئ طبعا وقطاع التلفزيون كان فيه مزج كده لطيف ما بين الموزيع اللي جاي بثقافة إخبارية سياسية فقيلة والموزيع اللي يمكن جاي من خلفية تلفزيونية أخف شوية ولايت وفيها نوع من أنواع الحركة فالمزج ده كان جميل في حد ذاته على فكرة ده صحيح فعلا عندك حق ايه أكتر الحوارات اللي ما بتنسيهاش أبدا في صباح الخير يا ماصر عملتها من أنجح اللي لفتت الانتباه واللي كنت ساتسفاعد ورادية جدا عن أدائك فيها الحقيقة عملنا مع مسؤولين كتير جدا على رأسهم رئيس الدولة وعملنا مع ديوف عرب ومسؤولين عرب وفنانين وعملنا مع أطباء مع دكاترة لكن ما فيش حوارب في حد ذاته بتفتكريه ولو معزة مثلا معينة في نفس الكلامية والله أنا هقولك على حاجة الفقرة الطبية أنا كنت بحبها يعني كنت بحب الفقرة دي يعني كنت كل مرة فيها شيء جديد وشيء مفيد وكان معنا الدكتور ماهر مهران الله يرحمه اللي بقى بعد كده وزير الصحة اه بزبط كده ويعني الحقيقة معرفش كنت بحب تقديم الفقرة الرياضية امام اه الرياضية في بعض الأحيان كنت باخد بقى المعلومات تعارفة أنا متجوزة ايوة ما ده اللي هي وديني يعني مش بعيدة عن الرياضة الزوج المعلومات المعلومات الكبير احمد ناصر ايوة اخد منه زوج تلفزيوني مقبل مقه اه اغش منه بقى اغششني انا عندي بكرة مثلا بالزبط فالرياضة الفقرة الطبية ده إلى جانب بقى الحاجات التانية مش قادر أقولك لأنها متفرقة ما هي مرة فنان مرة مسؤول كده يعني هيا خليني أسألك عن ميزة الإعلامية أو الموزيعة تتجوز موزيعة هل فيها ميزة ولا فيها عيب فيها ميزة لو هم مجالهم مختلف كمان عشان يغششني في الفقرة رياضيتها صباح وخير ايوة حا habit اسم ور dirty بعض المهنة قد إيه صعبة لأن زي حضرتك قلت ناس كثيرة بتعتقد أنها سهلة أنه لطيف قوي أنا جايما متماكي الجين ولبسين حلو وجميل والمهنة المهنة شقة جدا متايبة جدا وأحيانا في كتير من التختيرات الإخبارية بتقضوا ساعات طويلة جدا في أماكن بعيدة جدا ما فيهاش مية ما فيهاش حمام ما فيهاش أي واسلة اتصال أحيانا عشان تطميني على أسرتك أو على بيتك أو غيره فالمهنة صعبة فلازم يبقى فيه شخص في البيت يقدر التعب بتاع المزيع بالذات في الأخبار هل ده كان سهل؟ آه الحقيقة لولا أنه هو إعلامي ما أعتقدش أنه ممكن أي حد يعني يحس بمدى التعب اللي احنا بنتعبه وأنا كنت بعض وأولا لازم أذاكر يعني لازم أحضر كويس جدا لأي لقاء أحب قوي أعرف من الإعداد إحنا بكرة عندنا مين ضيوف علشان أقرأ وحاول أجهز نفسي بمعلومات كافية طبعا إحنا حتة السفر بقى الفجائي يعني كتيرة برضو دي عندنا جدا خصوصا الفترة اللي كنت فيها ببتدي كان كتير مثلا خلص النشرة فلاقي رئيس القطاع بيقولي يلا يا هلا حضري شنطتك عشان أنت مسافرة عندك مثلا الساعة 6 الصبح في بورسعيد أنت طالع الوحات أنت طالع كذا أنت طالع كذا فجأة ما بنبقاش محضرين أعتقد أنه لولا أنه هو إعلامي الحاجة التانية أنه هو فعلا بيسعيدني برأيه بستنير برأيه جدا وأحمد مارس برضو الإعلام في أمريكا فكان فكره برضو في حتة الشيء المتطور أو الشيء الغرب أسلوب التقديم شكله إيه ده برضو يعني عنده انفتاح على الآخر أو على الغرب لأن كان عندهم طبعا برضو أو ما زالوا يعني في الإعلام متقدمين متقدمين فالحقيقة لا بيتفهم صعوبات شغلي ممكن يسعيدني في توفير معلومات بيتفهم مسألة أن أنا ممكن أسافر فجأة أو من غير ما يعرف مثلا أني بصي لقيني كده خدت الشنطة وطلعت يعني بيتفهم الحقيقة معروف أن موزيع الأخبار بالذات اللي بيغطي الأحداث كثير التنقل زي ما حضرتك قلت وبيسافر سفريات أحيانا بتبقى ميزة جميلة وليف العالم لكن بعد وقت كمان بتبقى مهمة شقة بيغير مكانه بيسافر لكن في مهمات يعني كانت مؤثرة علامات في تاريخك المهني سفرتي لإيفنتات وأحداث هامة خارج مصر أو حتى في محافظات مصر المتعددة تفتكري منها أنا الحمد لله يعني عارفة سفرت أسيا أفريقيا أوروبا دول عربية أعزي أقولك يا بغتك والله هي متعة أصلا أنا ما كنتش يعني حسافر المناطق دي لو ما روحتاش في الشغل يعني أقل لي وديني الصين يعني لو حد قال لي تعالي سفر الصين رغم أن هي طبعا بلد صناعية مصيرة مصيرة للاهتمام جدا يعني لكن حاعد أحسب بقى السفر لا يا عم أنا مش هسافر أقل لي وديني الصين يعني سفرت عشان الشغل فسفرت الصين وسفرت كوريا الجنوبية وبالمناسبة كوريا الجنوبية كنت مسافرة أعمل حديث أو حوار مع رئيس كوريا الجنوبية أنا برضو اللي قمت بالإعداد الحوار وصورنا في كوريا وكان بمناسبة زيارته لمصر يعني وبعد كده سفرت زي ما قلتلك الصين كوريا وطبعا أوروبا بقى ألمانيا وإنجلترا وفرنسا وإيطاليا وأسبانيا وسفرت أفريقيا تونس وليبيا والمغرب وإسيوبيا والسعودية والإمارات ولبنان سفرت تقريبا روحت كل القرات الخنس آه تقريبا وأمريكا وأمريكا آه أمريكا طبعا سفرت ست قرات كمان بعد أستراليا طبعا ما روحتهاش وكندا هما دول اللي ما روحتهاش آه يعني أمريكا الجنوبية ما روحتهاش أستراليا كندا عدد البرامج يعني هننتقل لمجموعة البرامج اللي قدمتيها منفردة بعد يعني أو أثناء كمان صباح الخير يا مصر واللي فيها كانت أيضا برامج سياسية لكن بمحاور وموضوعات مختلفة كان إيه أهمهمهم أو إيه أكترهم غير العالم بين إيديك ساعة سياسة كنت بحبه جدا يعني برنامج بعتز به في مسارتي كان رائع وكان متوفر ليه كل عوامل النجاح عارفها ما تحسي أن برنامج فيه اهتمام يعني هو رشدت نجاح أي برنامج لاهتمام إذا كان فيه اهتمام من الإدارة بالبرنامج وبأن هي تزلليكي كل العقبات برنامج ده أكيد حينتح وفريق العمل طبعا يعني إعداد وإخراج وصورة كان بيطلع بصورة مبهرة ومشرفة وجميلة ومقدرش أنسى الأستاذ حسن أبو العيلة لا يرحمه كان هو المشرف على البرنامج وهو قال لي حاجة قال لي عارفة يا هالة هو كان معاون وزير الإعلام أنا سلفئي في هذه الفترة فكان بيقول لي عارفة يا هالة أنا بعدما رجع من لندن آه البرنامج ده أنا اللي هعمله أنا اللي كنت هقدمه السد تهولك فعشان تعرفي قد إيه أنت غالي عندنا وبنصق فيك فبرضو يعني كلمته كانت نوع من أنواع التحفيز والتشجيع علي أستاذ حسن أبو العيلة كان ساعات لما أخلص إزاعة خرجية زي ما قلتلك لما يوم البابا لما توفى وعملنا إزاعة خرجية فجأة أو إزاعة على الهوى يعني فكلمني بعدها وكنتش أعرفه وقال لي أنا الأستاذ أنا حسن أبو العيلة معاون وزير الإعلام وبحييكي على التغطية اللي أنت عملتيها وأنا عارف أن هي كانت حاجة مفاجأة وكده فعرفة كلمات التشجيع دي على فكرة دي أهم حاجة بتديكي حافظ أن أنت لا ده أنت بقى ممكن تموتي نفسك في الشغل مش مشكلة بس مدام فيه ناس بتقدر مجهودك وتعبك اللي بتبزو لي وأنه هما بيدوكي بيخصوكي بأشياء جميلة يعني كلمة برضو أستاذ حسن لما يقول لي البرنامج ده أنا كان مفروضا أنا اللي أقدمه بس أنت هلا اللي هتعمليه برضو دي سيقة كبيرة جدا أسعدتني فالحقيقة البرنامج ده كان من أهم البرامج اللي أنا عملتها وبسعد به وبتشرف به الشيء اللي أحب أذكره برضو في مسيرتي إن أنا خدت أكتر من تكريم على البرامج اللي كنت بقدمها دي في مهرجانات ولا تكريم لا التكريم من المسؤولين خاصة ومن وزير الإعلام أكتر من مرة وكان عن العالم بين يديك وعن ساعة السياسة وعن صباح الخير كنا بنفوز يوم الجمعة كان بياخد أحسن يوم وأحسن صنائي وأحسن موزيع وأحسن موزيع يعني خلوني أقولك أو أقول الجمهور وهي بتقولي الكلام ده التكريم اللي بتتكلم عنه مادام هالة هو عبارة عن مقابلة لطيفة بالزبط وشهادة لطيفة برضو يعني قيمتها المادية مش هي القيمة الحقيقية قيمتها هي اللحظة معنوية اللي بيسلم فيها القائم على الإعلام في الوقت ده ويقول المزيعة الفلانية أو طبعا مادام هالة في اللحظة دي انتي كويسة وهيلة مش شيك ولا ظرف فيه مبلغ من المال لأنه مش دل الإعلام المصري يشتغل عليه في الفترات الطويلة اللي عدت وعشان كده احنا بنحس ان احنا مختلفين وانحنا بنتعامل مع الإعلام دلوقتي وده اللي خلييني اسألك مزيعة سياسة ودلوقتي كل القنوات الخاصة تغرق في بحر من البرامج اللي بتعتقد انها سياسية رأيك فيها ايه الموضة اللي اسمها توكشو دي اللي احنا بنشوفها اللي فيها سريخ وزعيق دي لا تمتل الإعلام بسلح خالص هل الإعلام بزعيق والسريخ كده اللي في السراخ ده بيتعب الودن وبعدين ما بفهمش حاجة يعني انا كإعلامي دوري ايه ان انا الإعلام يعني دوره بصفة عامة التوعية زيادة الوعي تنمية الإدراك عند الشعب الثقافة تسقيف الشعب المواطنين ان انا اعلى بيهم وبثقافتهم وعيوهم وإدراكهم هل بالسراخ وبالاسلوب اللي هو بيتم تقديم بيه البرامج هل انا كده يعني وعيت شيء فهمت شيء أدركت شيء انا حصلي بلبلة لا والتلفز بألفاظ غريبة ويمكن حتى مش كمان الموجودة في المجتمع ده تجاوز مسألة الألفاظ الموجودة وبعدين انا شايف ان هما بينصبوا من نفسهم ان هما وكلاء نيابة وقضاء وشرطة وكل حاجة يعني لا المزيع مزيع الاعلامي اعلامي انا مش من حق ان انا هاجم الناس هذا الهجوم او المسؤولين او ان انا اجيب المسؤول انال منه ومن هبته ومن مكانته مهما كان غلطان هو مسؤول وليه هبة لازم احترمه النقد مباح انقضه وانقض سياساته وانقض اسلوبه او اذا كان مفيش انجازات او اخطأ النقد مباح لكن بأدب وبزوء وبأخلاق انما التعدي وان انا اشيل حتى المسافات يعني فحتة التعدي على الاشخاص اصبحت مسألة ممجوجة وكمان مرفوضة من الجمهور هما فقدوا يعني نسبة كبيرة جدا من الجمهور ما بقاش يشوف البرامج دي عشان كده عايز اقولك على حاجة احنا عمرنا ما اشتغلنا في ماسبيرو علشان خاطر فلوس او نجومية او ننجم نفسنا لان برضو الظاهرة التانية ان هؤلاء الاعلاميين اللي بيطلق عليهم مجازا اعلاميين لان هما مش اعلاميين هما لم يخدوا تدريب اعلامي متعرفيش الواحد فيهم كان شغال فين ومارس ممكن مارست الصحافة وانت خريج زراعة مثلا ممكن فانت اعلامي منين عشان تطلع على شاشة لازم تاخد تدريب وتاخد احنا خدنا دورات تدريب انا عشان اطلع بصورتي على الشاشة اخدت سنة سنة بتضرب وانا اساسا مزيعة في الازاعة يعني بعرف اتكلم وصوتي بيطلع هوا وكان بقالي ثلاث سنين مزيعة فلما جيت اطلع على الشاشة قعدت سنة بتضرب ده غير التدريب اللي خدتوا في الازاعة فشو في تدريب في تدريب في تدريب طول الوقت بتتضربي هم خدوا ايه تدريب علشان يطلعوا يبقوا اعلاميين فاللي بيطلق عليهم مجازا اعلاميين الاسلوب ده مرفوض تماما فده مش اعلام انا اسفة ده مش اعلام اعتقد ان هم يعني فترة وهتنتهي لان حتى الناس بقت مضايقة من حالة العبس يعني عبس سواء العبس بالعقول العبس بالمصائر العبس في مقدرات مصائر الدولة ومصائر الشعب بينهم يسيروا بلبلة في موضوعات يمكن ما هيش حقيقية وده اكتشفوا الناس بادراكهم الواعي ان ده مش حقيقي هارجع تاني الهالة بعالم الاعلامية واقول ان ما اكتفتيش ابدا بالعمل وذودتي مدركك بالدراسة ووصلتي لدرجة الدكتوراه فالدكتوراه كانت في مجال ايه انا عملتها في مجال الاعلام السياسي انا حقولك انا بعد ما اخدت باكالوريوس اعلام من جامعة القاهرة زي ما قلتلك اخدت ديبلوم بعد النقل الفني بالزبط كده في الاكاديمية الفنون وبعد كده اخدت زمالة كلية الدفاع من اكاديمية ايه زمالة كلية الدفاع او مرة عرفها دي زمالة بتتاخد لتأهيل العاملين في الوزارات والادارات المحلية تأهيلهم ان هم يتولوا مناصب عليا مثلا وانه هم يعني يدرسوا كيفية الادارة السليمة بس الزمالة دي في مجال العلوم الاستراتيجية والامن القومي يعني بتدرسي ادارة بس بتدرسي كمان امن قومي وعلوم استراتيجية دي سنة دي مدتها سنة بس الحقيقة فضيعة في الدراسة اه ووسعت المدارك خصوصا في مجال السياسة يعني كنا نتكلم على الامن القومي ممكن تكون كلمة او مفهوم بترددي انتي ملوش معانم اوي اه الواحد مش فهمه لكن احنا درسنا يعني ايه امن قومي يعني ايه استراتيجية قومية مصلحة عليا للدولة ايه قوة الدولة الشاملة فهمت حاجات كتير كنت بتكلم فيها في السياسة ما كنتش مدركها اوي او مدركها ابعدها لما درست وخدت الزمالة ادركتها بصورة اكبر وكان في النهاية بتحضري رسالة زي رسالة الماجستير اللي هي الزمالة كانت عن الاصلاح السياسي في مصر وكان لسه مصطلح الاصلاح السياسي ده جديد جدا يعني ده كان في 2004 يعني يمكن يكون اول رسالة بتناقش الاصلاح السياسي في مصر طب هاسألك بسرعة كده ايه اكتر نقاط اللي حطتيها في توصياتك للاصلاح السياسي في الوقت ده الحقيقة كان فيه نقط انا عايز اقولك يمكن طرحتها بعد كده احداث 25 يناير الرسالة كانت بتتكون من جزء تاريخي رصد للاصلاح السياسي من اوائل ثورة 52 مرورا بعهد جمال عبد الناصر انوار السادات ورئيس مبارك وبعد كده حطينا طبعا توصيات للاصلاح السياسي انه اصلاح شامل يعني اصلاح تعليمي اصلاح اجتماعي اقتصادي عسكري طبعا وسياسي ورصدنا في الرسالة يعني النقطة السلبية والنقطة الايجابية السلبيات اللي كانت موجودة في هذا التوقيت والايجابيات اللي احنا محتاجينها زي نهتا بس طبعا الرسالة برضو الحقيقة اكدت على اهمية التعليم عارفها ده شيء طبيعي يعني هو ده نقطة الانطلاق اه اي تجديد لأي مجتمع لما بتزودي نسبة التعليم بس التعليم الرشيد التعليم الصح المزبوط وتنمي الثقافة على فكرة هي عارفها زي دايرة واحدة كده سلسلة مسكة بعضها عارفها فالحقيقة والاعلام بيلعب دور كبير جدا في الاصلاح السياسي تحسي انها منظومة يقولك الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة يعني والتعليم هو اللي هيؤدي للاصلاح اللي هي بتبور اللي هي تعلم كويس هيشتغل كويس هي اقتصادي يبقى احسن يعني المسألة كلها طرق مؤدية بعضها البعض بالزبط طب ورسالة الدكتورة كانت عنوانها ايه انا بعد كده خدت عملت دراسات عليا في العلوم السياسية من جامعة قناة سويس سنتين وبعد كده اخدت بقى ماجستار ودكتوراه من اكاديمية جون هافر في لندن كان عن برضو نفس المجال اللي انا كنت ترقته قبل كده دور الاعلام في التطور الديموقراطي في مصر يعني الدور اللي ممكن يقوم بالاعلام في هذا المكان فتلاقي يعني كله كله جد داخل في اطار واح اه يعني الرسائل بس هو الغلط اللي انا عملته الحقيقة ان انا كنت بعمل حاجات مش بالطول مش بدرس بالطول لا ده انا بدرس بالعرض يعني اخد في الاكاديمية الفنون بعدين اكاديمية ناصر وبعدين جمع قناة سويس وبعدين ادرس مثلا يعني كنت اتفضلية تدريسي في مكان واحد عارفة لو انا كنت خدتها طوالي يعني السكة طوالي بس انا حسن اداكي يعني كل مكان اداكي يعني مجموعة من المفاهيم مجموعة من الخبرات يمكن لو استمرتي هتبقى خبرات واحدة كده بقت الخبرات متنوعة يعني ما بين الفن والسياسة والاعلام السياسي اللي هو مش مش سياسة خالصة لكن مزيج ما بين الاعلام والسياسة يعني شايفا بالعكس انك انتي قطفتي زي ما بقوله من كل بستان ظهرة انا كنت سعيدة كمان قوي باكاديمية الفنون متصوريش خلتني يعني انا بحب الفن على فكرة وكنت اتمنى بقى مثلا رسامة او مخرجة يعني مخرجة افلام تسجيلية كنت بحب قوي الافلام التسجيلية والاخراج وتقدر يتقولي الاخراج جزء من الفن التشكيلي لان كل كدر انتي بتكوني كأنك بترسيمي لوحة مثلا شادي عبد السلام برضو الفنان الكبير الله يرحب لانه كان رسام مهندس ديكور اه يعني ما جاي عمل فيلم اخناتون كان رسم كل كدر اه وكل شط رسمه ابداع يعني حاجة جميلة جدا فاكاديمية الفنون ادتني الفرصة ان انا ادرس الفن التشكيلي السينما زي ما بتقول المسرح الدراما النقد الأدبي النقد الفني الترجمة الموسيقى فدي الحاجات دي اللي انا بحبها يعني لا وخرجت اكيد حاجات انسانية منك بره اطار السياسة اللي تقريبا كان مغطي كل حياتك المهنية اه الى حد كبير طبعا صح البيت الاسرة قلنا الاستاذ احمد ناصر طبعا اعلامي كبير ومدامها لابو عالم مذيعة كبيرة لكن ابنة هل هي مزيج من الاتنين ولا كائن اخر له احلام مختلفة وتطلعات مختلفة انا الحمد لله عندي فرح هي حاليا في اخر سنة في الجامعة الامريكية بتدرس graphic design وهي زي برضو درست في مدارس فرنساوي ومعها الانجليزي برضو لغة كويسة الحمد لله عشان كده دخلت الجامعة الامريكية هي فنانة برضو وهي بس زي انت ما بتقولي متطورة عن الاب وعن الام جيل اخر عندهم طموحات وعندهم نشاط وبيبهروني الحقيقة يعني لما بروح الجامعة وبيكونوا عاملين معارض لانشطة بتاعتهم وانتاجهم الفني بسعت جدا بيبهروني بفكرهم وازاي بيجددوا فعلا عارفة لما تقولي الشباب هم امل المستقبل ده حقيقي ده مش كلام انشاب يتقال لأ المستقبل يعني شباب يعني تطور يعني تغيير يعني دم جديد فرح يعني ما حبتش ان هي تطلع مزيعة خالص لكن حبت ان هي يبقى عندها حتة الخلق والابتكار يعني زي ما قلتلك ان انا كنت بحب ان انا مسلا اكون رسامة او مخرجة يا تلت بالعلوم الحديثة بقى اكتر بطورها اكتر الرافيك ديزاين اللي هي بتصمم يعني طبعا وده اصبح مجال مطلوف في كل المؤسسات يعني سواء مؤسسة اعلامية او مؤسسات تجارية او صنعية او دفع كله بيشتغل بالرافيك في ساعة 2016 لما تقف الاعلامية هلا بو عالم لحظة قدام نفسها وتقول انا فعلا الجزء ده من حياتي حققت فيه كل ما كنت اتمنى في اللحظة اللي دخلت فيها الاول مرة كلية الاعلام جامعة القاهرة الجزء ده يبقى والله بداياتي بداياتي كانت مزهلة بالنسبة لي لاني يعني مش معتاد انك تخدي دفعة قوية في مجال انت بتبتدي فيه اللي اذا كان عندك وسطة انا دخلت المجال ومعنديش وسطة وخدت الدفع القوية دي فبالنسبة لي لأ كانت مرحلة مهمة جدا في حياتي ربنا بفضله وكرمه الحمد لله عارفة اللي يقولك وقفلك ولادي الحلال وقفلي ناس امنت بيا وبالموهبة بتاعتي من غير مطلوب حاجة لقتهم هما بيشجعوني هما بيدفعوني هما بياخدوا بإيدي ويوصلوني ويتابعوا خطواتي ويدعموني دي نعمة كبيرة جدا الحقيقة انا يمكن بعد كده قبلت صعوبات وعرقيل في حياتي شيء طبيعي لكن المرحلة اللي خدت فيها الدفع القوية هي كانت في البدايات انا بنهي حلقتي وانا بقول ان هالبو عالم هي نموذج للمذيع السياسية نموذج اعلامي وحكاية من حكاية ما سبيرو النجحة الجميلة اللي نحب ان احنا نحكيها ونسمعها من خلال برنامجنا اشكرك شكرا بسي عبير واشكرك جدا الوقت عدى معيكي بسرعة لكن الحقيقة اتشرفت باني اكون معيكي شكرا بسي موسيقى 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 في الصباح خير ينب اشتركوا في القناة